لليوم الخامس على التوالي تفرض قوات الحزام الأمني حجزا على مدخل عدن لمنع عائلات من دخول المدينة عشرة الأسر العالقة من المسافرين إما هربا من ميليشيات الحوثي في أرياف تاعز أو مرضى بحاجة للسفر للخارج عبر مطار عدن جنود النقاط الأمنية بحسب المصادر يقولون أن أوامر عليا تقضي بمنع مواطني المحافظات الشمالية من دخول المدينة تبدو عدن واجهة لأجندة تتعدد ومسارات تتباين أمام الشرعية وأهدافها ففي الوقت الذي يحول فيه الحزام الأمني دون دخول أبناء المحافظات الشمالية يعمل على توفير الحماية الكاملة لوصول أسرة المخلوع المتوجهة إلى أبو ضبي كما تقول المعلومات تفتقر الشرعية لسلطتها وإرادتها في عدن خصوصا أمام مزدواجية التعامل مع سلطة الأمر الواقع هناك غير أن غياب الرؤية والمشروع الوطني في الجنوب ذاته عقب التقارب الإماراتي والإصلاح ألقى بظلاله على المجلس الانتقالي بعد أن وجد نفسه والآخر منقادا خلف مزاج الحاكم الإماراتي وبعيدا عن توجهاته وأهدافه رد فعل المجلس الانتقالي الذي طالب بإعادة النظر حول الاتفاقات السياسية وعن خطوات مستقبلية واضحة يبدو أنه يعود للبحث عن تكوين حلفاء جدد وحتى اللحظة يبدو دور الإماراتي غير واضح في المرحلة المقبلة ولم يتبين موقفه من الشرعية ذاتها وعدد غير يسير من الملفات العالقة أبرزها الحراك الجنوبي وعودة الحكومة وتفعيل مؤسساتها في المناطق المحررة